تفاعلاً مع المظاهرات التي بلغت أسبوعها السادس تولياً في كل الولايات الجزائرية أفردت الصحف والمواقع المحلية تغطية متواصلة للحراك الجزائري موقع كل شيء عن الجزائر توقف عند رفض المتظاهرين تطبيق المادة 102 من الدستور التي دعا إليها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وحسب الموقع فقد دعا الجزائريون إلى تفعيل المادة رقم 7 من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده يومية الخبر تطرقت إلى تصريح وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودغيون الذي وصف تعبئة الجزائريين بالتصرف الحضاري المميز وقال لودغيون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية إنه معجب بكرامة وكبرياء الشعب الجزائري جريدة الشروق توقفت عند الأجواء التي سبقت مسيرة العاصمة الجزائر مشيرة إلى أن عددا من المتظاهرين فضلوا قضاء ليلة الخميس في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة تمهيدا لمسيرة يوم الجمعة بدورها خصصت جريدة الوطن الناتقة باللغة الفرنسية تغطية لمسيرة مدينة بجايا واستحضرت الجريدة الشعارات التي رفعت طيلة مصاري المسيرة حيث دعى المتظاهرون حسب صاحب المقال إلى رحيل فوري لكل رموز النظام الجزائري اشتركوا في القناة